اشتر السلع الآن وقلق بشأن الركود لاحقاً. هكذا وجه بانك جولدمن ساكس رسالته إلى المستثمرين في الأسواق في الفترة القليلة الماضية. وذلك في شأن عودة ارتفاع المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود أو حتى في تباطئ خلال الفترة المقبلة. نقف على آخر التطورات وتصريحات جولدمن ساكس المتعلقة بأسواق السلع تحديداً. يعني أن وقفنا عن حركة هذه الأسعار. نتحدث عن الخامات أسواق الطاقة العالمية. ارتفاعات كانت نوعاً مقياسية على مدار العام 2022 منذ بداية هذا العام. نتحدث عن ارتفاعات تجوزنا فيها 30% تحديداً في شهر مارس من هذا العام. مع بداية التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا. وصلنا إلى مستويات كانت قياسية بالنسبة سواء لخام برينت أو حتى لخام دابليو تي آي. أنا ذاك بالنسبة لهذه الارتفاعات. ولكن مؤخراً عدنا لنشهد بعض التراجعات. وهذا ما أدت إليه المخاوف من دخول الاقتصاد في ركود والمعادلة. هذه إن دخل الاقتصاد العالمي في ركود فعلياً قد يؤدي إلى ضعف الطلب على أسواق الطاقة بشكل كبير. من شهة أخرى أبرز تصريحات جودمان ساكس التي أشرنا إليها سابقاً. نتحدث عن اللجوء إلى ابتعاد عن المخاوف فيما يتعلق فيما يخص الركود الاقتصادي والشراء. أشر بأنها الآن فرصة للشراء في أسواق السلع. وتحديداً نتحدث عن أسواق الطاقة. انخفاض أسعار السلع مع مخاوف طباط النمو الاقتصادي. يخلق فرصة لشراء السلع. هذه الفرصة التي يشير إليها بنك الاستثماري لانخفاضات في المخزونات تؤدي إلى تعزيز عوائد المستثمرين في قطاع السلع. بحسب التصريحات الأخيرة التي أشر إليها جودمان ساكس تحديداً في ظل تراجعات أسعار السلع إلى مستويات متدنية. مؤخراً شاهدناها وتحديداً بعد تصريحات جيرون باول في ندوة جاكسون هول التي نوعاً ما أقلقت الأسواق مؤخراً. ولكن ما هي توقعات جودمان ساكس لأسعار برينت؟ نتحدث عن توقعات البنك الاستثماري لمعيار النفط الدولي برينت عند 130 دولار للبرميل بحلول نهاية العام 2022. الآن نتحدث عن مستويات فوق 100 دولار للنزال عند هذه المستويات والمستهدفات التي وصلنا إليها مؤخراً. في ظل التقلبات الحادة التي شهدناها على أسواق الطاقة مؤخراً. قطاع الطاقة الأكثر نمواً في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام. يعني إنما قرناه مع قطاعات أخرى. يعني على سبيل المثال مع الماء والكهرباء وحتى مع التكنولوجيا العقارات. القطاعات الحيوية الاقتصادية بالنسبة لداخل الاقتصاد الأمريكي. لأن الطاقة هي التي استحوذت على النسبة الأكبر ونمو بـ 38 في المئة. مقارنة مع تراجعات على القطاعات الأخرى بالنسبة لهذه الفترة. وخلال الفترة الماضية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية 2022. وكنا شهدنا حتى حركة الأسهم أو الشركات بالنسبة لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت من أبرز الشركات في الفترة القليلة الماضية التي كانت أدائها إيجابي. انتحدثنا عن أسهم الطاقة وأبرزها نتحدث عن أكسيدانت البتروليوم التي شهدت ارتفاعات. كانت قوية بالإضافة إلى ديفون انرجي وماراثون بيتروليوم. تحديدا هذه الأسهم دعمت قطاع الطاقة في المؤشر S&P 500. الذي كان هو الأعلى وسجل مستويات قوية وارتفاعات. انتحدثنا على الرالي السعودي الذي شهدنا على المؤشرات الأمريكية مؤخرا في الفترة القليلة الماضية. نقف على ملف آخر أو بالنسبة للتطورات الأخرى أبرز العوامل التي تؤثر على أسعار النفط وقطاع الطاقة. كنا شهدنا التحركات الأخيرة التي جاءت بالنسبة لأسواق النفط إنتاجية دول أعضاء أوبيك بلاس. وكنا شهدنا تصريحات لوزير الطاقة السعودي التي نوعا ما أعطت بعض الزخم للارتفاعات لنعود فوق مستويات المئة دولار. والذي أشار بأنه إن طلب الأمر سوف يكون هناك خفض لإنتاج أوبيك وكذلك المنتجين من الخارج. نوعا ما هذه التصريحات أعطت بعض الزخم لعودة الارتفاعات من جديد. بطبيعة الحال توترات الجو سياسية. وهنا نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية ورفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة. وهذا ما كنا شهدناه. كيف تفاعلت الأسواق نذاك مع تصريحات جيران باول باستمرار في السياسة المتشددة النقطية.